بحث حديث كشف عن أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال التعافي من سرطان الثادي الدراسة التي أجراها مركز ساني بروك للعلوم الصحية في تورنتو بكندا وجدت أن النشاط البداني المنتظم يمكن أن يخفض خطر الوفاة نتيجة الإصابة بسرطان الثادي بنسبة 40% مقارنة مع النساء التي لا يمارسنا كما أن التعديلات على نمط الحياة اليومي قد يكون لها تأثير على التجدد الإصابة بسرطان الثادي وكذلك التعافي منه بعد الإصابة ووجد البحث أن أقل من 13% من النساء المصابات بسرطان الثادي يؤدين النشاط البداني للفترة الموصي بها وهي 150 دقيقة في الإسبوع فالتمارين الرياضية وفقا للدراسة تساعد على خفض خطر معاودة الإصابة إضافة إلى التحكم في وزن المريض ما يساعد في الحد من الأثار الجانبية للعلاج الكيماوي والإشعاع والهرموني التي يخضع لها المرضى وخلص البحث إلى أن زيادة الوزن أثناء أو عقب العلاج من سرطان الثادي تنطوي على خطورة كبيرة إذ تزيد فرص عودة الإصابة بالمرض وتتقلص معدلات البقاء على قيد الحياة طلعت موسى العربية